اشتركوا في القناة وبنية النص بعنوان رسائل تواصلية نشاهد اهداف درسنا لهذا اليوم اولا التعرف على بنية الرسالة التواصلية واعادة ترتيب عناصر الرسالة المبعثرة وايضا تحليل بنية الرسالة التواصلية نشاهد هنا يا ابنائي هذه مكونات الرسالة التي سبق ان تعلمتها في الصف الرابع سنشاهد مكونات الرسالة ولكن من دون ترتيب سنشاهد مكونات الرسالة ولكن من دون ترتيب بعد ذلك نحاول ان نرتبها في السؤال القادم نشاهد هنا اسم المرسل وتوقيعه البسملة ثلاثة اسم المرسل اليه أربعة عبارة الافتتاح التحية خمسة نص الرسالة ستة عبارة الختام سبعة التاريخ والمكان هذه كما قلنا مكونات الرسالة وايضا هي غير مرتبة غير مرتبة نشاهد هنا السؤال أكتب أمام كل مستطيل مما يلي الرقم المناسب له من مكونات الرسالة نشاهد هنا هذه رسالة مفرغة نحاول أن نضع الرقم المناسب أمام كل مستطيل نشاهد هنا مكونات الرسالة لدينا واحد اسم المرسل وتوقيعه البسملة اثنين ثلاثة اسم المرسل اليه عبارة الافتتاح أربعة نص الرسالة خمسة ستة عبارة الختام سبعة التاريخ والمكان ما رأيكم في المستطيل الأول هنا في الأعلى ما الرقم المناسب له هنا ماذا نكتب هنا الرقم من السبعة هنا ما الذي غالبا يكون في بداية الرسالة في المستطيل في الأعلى هنا نعم أحسنتم البسملة إذن البسملة رقم اثنين نضع رقم اثنين في الدائرة فتكون البسملة في هذا المستطيل البسملة تكون في هذا المستطيل نشاهد المستطيل هنا ما الذي يكون هنا بعد البسملة في الزاوية اليسرى ها أي رقم نعم احسنتم سبعة التاريخ والمكان التاريخ والمكان يكون في هذا المكان التاريخ والمكان سيكون في هذا المستطيل هنا ما الذي سيكون بعد البسملة والتاريخ والمكان مكان الرسال ما الذي يكون هنا ها نعم احسنتم رقم ثلاث اسم المرسل إليه اسم المرسل إليه يكون في بداية الرسالة بعد البسملة وبعد التاريخ ومكان الإرسال وبعد ذلك في المربع هنا ما الذي سيكون؟ ها ما الذي سيكون هنا؟ نعم احسنتم رقم أربعة التي هي عبارة الافتتاح مثل السلام عليكم أو غيرها أربعة يكون هو في هذا المستطيل عبارة الافتتاح ثم يأتي هنا ما الذي سيكون هنا في هذا المربع أو المستطيل الكبير هنا؟ ما هو الرقم المناسب؟ نعم احسنتم خمسة نص الرسالة نص الرسالة سيكون بعد عبارة الافتتاح بعد عبارة الافتتاح مباشرة يأتي نص الرسالة بعد ما ينتهي نص الرسالة ما الذي سيكون هنا ما هو الرقم نعم أحسنتم رقم ستة عبارة الختام نختم بعد ما نكتب النص الأساس نص الرسالة مباشرة نختم هنا وبعد ذلك في آخر مربع ماذا سيكون نعم اسم المرسل وتوقيع اسم المرسل وتوقيع رقم واحد إذن هنا رتبنا الرسالة ووضعنا كل رقم في مكانه الصحيح أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا استنادا إلى العناصر المكونة للرسالة أكتبوا كل عنصر في مكانه الصحيح على الرسالة التالية نشاهد الرسالة التالية ونكتب كل عنصر في مكانه الصحيح نشاهد هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم هنا الجبيل في واحد رمضان 1429 هجرية عزيزتي جوهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد إليك عبر هذه المسافة الجغرافية الشاسعة التي تفصل بيننا يد المحبة الخالصة والوفاء الدائم مهنياتا إياك بقدوم شهر رمضان المبارك راجية المولى عز وجل أن يهله عليك وعلى أفراد أسرتك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والصحة والعافية بلغي تهانية لوالديك العزيزين الذين أكون لهم كل محبة وتقديم أستودعك الله بقلب عامر بالحنين والشوق إليك صديقتك سلمة إذن هذه هي الرسالة نحاول أن نكتب أمام كل عنصر الاسم المناسب له هنا في العنصر الأول ما الاسم المناسب هنا في المربع في الأعلى ماذا سنكتب هنا؟ نعم أحسنتم البسملة إذن بسم الله الرحمن الرحيم الاسم هنا البسملة وما الاسم المناسب لهذا العنصر؟ الجبيل في واحد رمضان الفربعمية وتسع وعشرين نعم أحسنتم مكان الإرسال وتاريخه مكان الإرسال وتاريخه عزيزتي جوهرة عزيزتي جوهرة ماذا نسمي هذا العنصر؟ عزيزتي جوهرة نعم أحسنتم المرسل إليه وعبارة تقديرية مثل عزيزتي جوهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا نسمي هذا العنصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أحسنتم عبارة الافتتاح بين قوسين التحية عبارة الافتتاح طيب هنا الكلام هذا الطويل أمد إليك عبر هذه المسافة الجغرافية إلى محبة وتقدير ماذا نسمي هذا العنصر؟ في الرسالة؟ نعم أحسنتم هو النص الأساس أو نص الرسالة وهنا أستودعك الله بقلب عامر بالحنين والشوق إليك ماذا نكتب؟ ها ما اسم هذا العنصر؟ نعم أحسنتم عبارة الختام وهنا صديقتك سلمة نعم أحسنتم المرسل وتوقيعه المرسل وتوقيعه أحسنتم بارك الله فيكم استنتجت مما سبق أن الرسالة وسيلة مهمة من وسائل التواصل الإنساني حتى في ظل انتشار رسائل الجوال والبريد الإلكتروني تتكون الرسالة من سبع عناصر تجعلها في شكلها ووظيفتها متميزة عن بقية النصوص وهذه العناصر هي أولا البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة اثنين المكان والتاريخ ونقصد بالمكان والتاريخ أي مصدر الرسالة المكان الذي أرسلت منه الرسالة مصدر الرسالة وتاريخها تاريخ رسالة هذه الرسالة وثلاثة المرسل إليه وهو الشخص الذي توجه الرسالة إليه الشخص الذي توجه إليه الرسالة يكون هو المرسل إليه عبارة الافتتاح نقصد بها التحية بعدما نذكر البسملة وتاريخ ومكان الإرسال ثم التحية ثم المرسل المرسل إليه عفواً ثم عبارة الافتتاح لابد أن يكون هناك تحية قبل أن تبدأ في النص الأساسي نص الرسالة أي الكلام الذي كتبه المرسل لغرض التهنئة أو التعزية أو الطلب أو الدعوة أو الاشتياق أو أي غرض من الأغراض يكون هو رقم خمسة نص الرسالة وستة عبارة الختام هي عبارة أو جملة تنتهي بها الرسالة عبارة الختام عبارة أو جملة ننهي بها الرسالة بحسب مضمون الرسالة تكون العبارة سبعة اسم المرسل وتوقيعه نقصد اسم كاتبها الرسالة الذي يظهر في نهاية الرسالة أو توقيعه أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد التقويم الختامي هنا أكتب من الرسالة التالية ما يناسب كل عنصر من عناصرها السبعة نشاهد هذه الرسالة التي أمامنا بسم الله الرحمن الرحيم صديقي العزيز حمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الأسى والحزن الشديدين خبى وروافات صديقي وأخي عبدالعزيز رحمه الله أتقدم بأحر التعازي لك ولجميع أفراد أسرتك داعيا لكم بالصبر والسلوان وللفقيد بالمغفرة والرضوات إنا لله وإنا إليه راجعون صديقك المخلص سعد وهنا في الأعلى كتب مكان الإرسال حائل في 23 رجب 1429 طيب نشاهد هنا العنصر البسملة أين الكلام المناسب له من الرسالة؟ نعم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم هو الكلام المناسب للعنصر البسملة وشاهد العنصر الثاني المرسل وتوقيعه المرسل الذي أرسل الرسالة وتوقيعه ما هو الكلام المناسب له من الرسالة؟ نعم أحسنتم صديقك المخلص سعد صديقك المخلص سعد موجود في نهاية الرسالة هنا المرسل إليه أين الكلام المناسب له من الرسالة؟ المرسل إليه نعم أحسنتم صديقي العزيز حمد هو أرسل الرسالة سعد أرسل الرسالة إلى حمد فبدأ الرسالة بصديقي العزيز حمد عبارة الافتتاح أين عبارة الافتتاح؟ ما هو الكلام الموجود؟ نعم أحسنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عبارة الختام ما هي عبارة الختام في هذه الرسالة؟ نعم أحسنتم إنا لله وإنا إليه راجعون مكان الإرسال وتاريخه؟ نعم أحسنتم في الأعلى هنا حائل في 23 رجب 1429 هجري والعنصر هنا النص الأساس يبدأ من كلمة ماذا؟ نعم تلقيت أحسنتم وينتهي إلى كلمة أحسنتم الرضوان إذن هنا يبدأ النص الأساس وينتهي إلى الرضوان أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم رسائل تواصلية مكونات الرسالة أولا البسملة ثنين تاريخ الإرسال ومكانه ثلاثة اسم المرسل إليه أربع عبارة الافتتاح وخمسة النص الأساس وستة عبارة الختام وسبعة اسم المرسل وتوقيعه وبهذا تكون هذه مكونات الرسالة السبعة ويكون هنا انتهى درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة